ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار لاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عامل المؤسسة ومناقشة الجوانب المالية وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعملها وأكد وزير الصحة والسكانة أن دولة المصرية لها أفكار استباقية بالملف الصحي وتحرص على تحقيق ذلك في كافة قطاعات ووحدات المنظومة الصحية ومنها المؤسسة العلاجية باعتبارها واحدة من الكينات الطبية التي تقدم خدمة طبية ذات كفاءة وفاعلية طبقا لمعايير الجودة